اشتركوا في القناة 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 وهذا هو C وهذا B وبما أنه M-P-N تيار قاعدة يروح القاعدة ولا يخرج منه قاعدة M-P-N يخرج يروح القاعدة يروح القاعدة هذا تيار قاعدة E-B هذا منها دارة الدخول تيار الدخول E-B إذن M-P-N ديما E-B يروح القاعدة متفاهمين عليها وتيار بخروج E-C من C يروح للأو هكذا ذلك وش عين تعين تيارات ذلك وش نعين استقطابيات الجهود إذن بما أنه تيار بما أنه تيار E-B رايح بهذا الشكل الجهود العتبة يكون بهذا الشكل V-B-U هكذا بما أنه تيار E-C هابط V-C وحيكون عكس تيار E-C هكذا من بعده وش بقالنا بقالنا V-C يمشي مع تيار E-C الـ RK يستقطابياته عكس التيار بما أنه تيار طالع هي وش هتكون هابطة V-RK جمع هناك ديودة جمع هناك ديود حماية ما درتوش بس كما يجدش المساحة اللي نكتب فيها متفاهمينها أوكي وهنا يا R-C استقطابياته عكس التيار اسميه V-R-C هنا وجدتها صفوان كملت استقطابيات صحيح خدمتها عينها منظمة مشكلة دخل نقدر نحل التمارين وانا مرتاح نفسيه سؤاله ماذا قال لك صفوان؟ قال لك أحسر شده تيار اسي تيار اسي باش نبدأه؟ نبدأه بقانون اوم نقدره اسي شوف تيار اسي يمر عبر ايركا وفي ناس الوقت يمر عبر ايرسي تحبه تطبق؟ جرت بين طرف هاي ايركا وش تقوله؟ تقوله V-R-C وش يساوي ايركا؟ يساوي ايركا في تيار اسي وتبدأ تحسب نفس الطريقة اللي درناب تمام الثاني صحيحة؟ ولا وش تقول؟ نقول له صفوان تقوله V-R-C وش يساوي V-R-C يساوي ايرسي في اسي تخدم بهذه يتخرج لك تخدمك تخدم بهذه يتخرج اوكي احنا قلتكم ديما أبدأ بقانون اوم بعدها كي تبدأ مرة زوج ثلاثة عربعة من كثرة الخدمة ثلاث مرات خمس مرات وليك تشوف سؤال هذي الخدمة اللي كنا نديرهم تخرجهم دفعة واحدة اوكي شوفوك احنا نخدم نخدم التمرين شوف طريقة الأولى احنا نخدمكم كده طريقة اذا طريقة الأولى نسينا هذي V-R-B نسينا مدر نهاش جهد ال V-R-B شوف وش هي الطريقة السهلة صفوان؟ اللي يقوله ماشي قاسم توتق قبل ما نحكي على قاسم توتق وش قلتكم؟ كي يقولك احسب تيار بيسي والله اي بي احنا نخدم قانون اوم جيني خدمة طويلة شوية اذا تيار كلي اي سي في دارك الخروج وش يساوي؟ المتاقم قبلة تيار كلي اي سي وش يساوي صحي صحي اي سي وش يساوي يساوي جهد الخروج هذا V-C-C ناقص جهد المعارض اللي هو بيسي والساتوري على واش؟ على واش؟ مقاوم المكافأة على واش؟ اي سي و اير كا صحي اللي هي اير كا زيد اير سي شوف هيدا قانون لا سهل او مش سهل V-C-C عندك لما عندك ش ايو ها V-C-C جدا V-C-C جدا عندك وراهي V-C-C جدا اطاهنا V-C-C اطاهنا 9 فولت اجمع النورماء 9 فولت ايوه و V-C و ساتوري جدا اطاهنا اطاهنا صفة فاصل 9 فولت اير كا قد اطاهنا اطاهنا 60 و اير كا قد اطاهنا واحد وثمانية كي نحسبوها كدنا نلقيوها سهل فاصل واحد اومبه سهل او مش سهلة سهلة طريقة لولا اشتا انا ليه حبكم تبدو بقانون اوم قانون اومبه تبدو جيكم بطرق هذي البسيطة تولي سؤال معاقد نخدموا في سطر انا نحبكم هكا ريكس وتعكم تكون خفيفة بزي 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 اطاهنا عليها هذي طريقة لولا شوف الطريقة ثانية عاطك طريقة ثانية طريقة لولا جماعة على بل جاتكم سهلة وكان يجلبوا لتيار إي بي طريقة لولا إي بيو شي يسوي صفوان بلاقانون اومب اي بيو شي يسوي ناقص في بيو على مقابلة كيف الدخول على اير بي صحي جماعة احسننا تيار اي سي طريقة لولا رح نحسبوه في طريقة ثانية اذا ها اوه تفضل اجماعة اللي ما فهموش تعال ما حذيره نهاية الحصة الماضية قام هنا تocyبتي لنهاية الحصة الماضية ناقص في سيو ساتوري البس على واش المقام وش يساوي يساوي المقاومة المكافئة تاع الخروج. كده كان مقاومة هنا في الخروج يا جماعة. كان RK وكان RC. وRK وAC موصولتين على واشا صفوان اخي موصولتين على تساس. ايوة اذا مقاومة R اكيفالو يساوي RK زي RC. صحيح هذا بنسبة تيار كلي تاع الخروج صفوان وتيار كلي تاع الدخول الواي بي. وش يساوي اي بي يساوي جهد الدخول هو اللي يغذي فيه. مع انتها V on three. ناقص جهد المعارضة على المقحل واشي هو? VBU على مقاومة مكافئة عن دارة الدخول. كده كان مقاومة في دارة الدخول? هذي دارة كان واحدة على F. تفاهمي عليها جمعها. هذي طريقة لولا. جات سهلة اشتوه جات سهلة ليه يكمل. طريقة ثانية اللي يحب يخدم قانون الام. ينظم خطواته. اذا VRB يجمعه. وش يساوي قانون مقاومة داخل الواشعة في التيار الذي يشتزها AC. ايه. وش طلب منها? طلب منها AC. اذا AC وش يساوي? يساوي VRK على RK. الاركا عندي ولا ما عنديش? عندي. وش يبقى ندخل علىه وش نحوص? نحوص على VRK. VRK مجهول. وش يجي في راسي? قانون العروة. بالعقل بالعقلية انا خليك بالعني اغلط اغلط. اغلط. يوكي تغلط مليح. على مينك فوقت له. اوكي. اذا VRK كنا نجدها مجهولة. وش كفا نحسبها? نحسبها بقانون العروة. تخيق ذا. قولها صفوها. ايه شي. نديروا عروة عكس المجهول. هانا تشوفوا العروة تمشي عكس المجهول. نسمي واحد من قانون العروة تشي يقول مجموعة جهود بالدارة مغلقة. يساوي سب. الهدف تاقي نحوص على VRK. اذا شوفوا جمعها. VCC شوف كان علي نديرها عكس اللي نسموها. غلطت العروة جمع. احكستها. اجماعة تابرها تدر العكسة. اوكي. عكس المجهول. اذا كن ديروها عكس المجهول. VCC يكون موجب. ناقص VRK. ناقص VRC. ناقص VRC. ناقص VRC. يساوي السفر. هنا VRK لكم نحسون. يقولها صعبة شوية صفو. لا لا. VCC خي عندي. وVCO عندي. نوالي يزيد نحوص على VRC. نحن نوالي يزيد عندي حسابات بزيف. صح ولا لا لا. اذا نجمعها. اجمعها ركزة معي مني. النهار اللي تلقي زوج مقاومات على تسلسل. ويطلب منك جهد تاع هذه المقاومتين. بما انه لقيت مقاومات على تسلسل. وشي هو القانون اللي يجي في رأسك؟ واشي هو؟ قاسم التواتي. صحي. اذا وشي نقول قانون عروات؟ صعيب شوية. راح يكره نحن نقلو في خدمة طويلة. اذا وش نقول لنستخدم قاسم الجهد؟ وش يقول قاسم الجهد؟ قاسم الجهد اوش يقول لي؟ VRK. هذه VRK. هي المقاومة المهنية. قاسم الجهد اللي ما حاضر. وش يقول لك؟ حبت حسب هذا الجهد. وش يساوي؟ يساوي في البسط. يساوي المقاومة المكنية الى حتحسب له الجهد. بتحسب وهو بسط ماذا يساوي? على المقاومة المكافأة على الدارة. هذا الفرع بدا كين المقاومة هنا؟ one roz ستسوق RKZRC. الكل في واشا صفوان في الجهد المسؤول عن تغييره في VCC. ناقص VCO. باشكو هنا الجهد اوكي ننقص منه الجهد VCO ساتوري صح او لا لا. المقاومة هذي مقاومة هذي مقاومة هذي ماشي هتقضى VCC صحوي. هذا المقحة لاح يدي منها جهد لو ماشي هتدي منها. رح يدي منها مثلا صيفة فاصل تسعى بوط صح او لا لا. اذا هنا وشي هو الجهد المسؤول هو VCC ناقص VCO. هذي حالة استثنائية في المقحة فقط اجمع فاهمين عليها. اذا ندركوا نقدر نحسب VRK لو ما نقدرش نحسبها صفوان. نقدر اذا VRK اعطيها لي. RC اعطيها لي. VCC اعطيها لي. اذا نعوضه هاي وراحي. اذا VRK وش يساوي. يساوي RK قد اعطيها لي ستين على RK ستين زايد RC قد اعطيها لي بلون الاختر. واحد وشرين. في VCC قد اعطيها لي تسعة فولت. وVC ساتوري اعطيها لي. فرضها عليها. اذا كان ما اعطيها لي وثائق اقصر وش نعتبرها. نعتبرها زير. هي. VCO ساتوري قد اعطيها لي سففاصل تسعة فولت. نعوضها هنا يا. ونحسبو النتيجة تلقاه VRK وش تلقاه 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 تلقاه. صح او لا لا. مادام نجد VRK اجمع ونعوضها. نعوضها في القانون هذا. خيرا نحوص على ايسي. هي المجهولة. كنا عوضها اجمع. ايسي وش يساوي. يساوي VRK قد اعطيها ستة فولت. هاي وراحي. ستة فولت على ايركا قد اعطيها اللي هي ستين. ستة على ستين قد اعطينا نتيجة. سيهر فاصل واحد. هل سكو نفس النتيجة ولا لا لا. قولها صفوة. صفوة ما خير صفوة ما خير طريقة لولا طريقة ثانية. لولا. خيفت لولا على هذي لازمنا نبدأ ونخدمو نخدمو 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 خمس ثانية. من بعدها تولي في راسك. كين كل قواني في راسك تولي تخدم بطالقة. مهما يصعب لك التمية تعلمي. قال هتخدم بكل بساطة. صحيح. كانت طريقة ثلاثة ثلاثة وعن. شيخ قلت لك رجعنا لولا. يا لولا. جماعة يعادة رجعوها في اليوتيوب. تفاهمينا. و جماعة اللي قالوا لي لها ذكا. طريقة هذي لولا راني ديرها في الفيديو تعوش. الفيديو حصة رقم سبعة نهاية الفيديو. تعال السؤال كيف اتعامل مع المقحل. جماعة اللي يتفرجوا المقحل. شافوا تيار كلي ايسي وشي يساوي. تيار اي بي يساوي. ما نطولوش الحصة جماعة. رايفة رابعين دقيقة او انا راح نرابعين دقيقة واحد اخر. لازم حصة ما تكونش طويلة. هكذا. رحوا لي بعدها. صفوان. شفت طريقة ثانية. رحوا الطريقة الثالثة. طريقة احسب الحصة التيار اي سبي ياري في ياري. نحسب هي ارسي. قالوا اون في ارسي. اذا يابعين يعني لا لا لا. وقامات إذا في اين هي اليه هي ساوية. موش يساوي. يساوي في اي سي ونحوّل على ايسي خي. اذا اي سي وساي في اي سي وساي في اسي على ارسي. ارسي ارسي معلومة. عطاها لي واحدة وشين اون في ارسي موشي مجهولة. اي واي نحسن نحسن نطبق قانون العروات. قانون العروات يخرج طويل كما هكذا. وزيد تحوس على VRK وتحسب حسابات وحدة اخرين. بزياء ولا مش بزياء. نقول. نحسن نحسن على VRC. ايا في هذه الحالة وش ما نستخدمه كذلك قاسم الجهد. بما انه RC و RK على التسلسل. اذا VRC نقدر نجيبها وننقدر نجيبها ذلك VRC. نعم. قاسم الجهد. اذا VRC وش تساوي يا صفوان? VRC. اذا الجهد بين الطرفين المقاومة. ما هي المقاومة المعنية? هي RC في البصد. اجمع لي ما هوش فاهم قاسم الجهد. يروح حصى رقم ثلاثة. ما نبقاش نعاود هنا. اذا VRC وش يساوي? يساوي المقاومة المعنية هي RC. هاي ورا. هي على مجموعة المقاومات. يساوي على مقاومة المكافأة تعدارة الفورج. كده كان مقاومة? RC و RK على التسلسل المعنية يساوي مجموعهما. RC زيد RK. في الجهد مسؤول عن تغذية الحام. اللي هو VCC ناقص جهد المعارض. بس كل هذه المقاومتين. موش هيوصلهم VCC صافي. ترانزيستور رح ينقص شوية جهد. اذا في VCC ناقص. VCO ساتوري. RC عندي. RK عندي. VCC عندي. VCO ساتوري عندي. ديروا تطبيق عددي. اذا VRC وش يساوي? يساوي 21 البص على ال RC 21. زيد مقاومة الوشعة. اللي هي 60 في VCC تسعة. ناقص ساتوري. اللي هي سيفة تسعة. وكين طبقوها VRC. كده نلقيوها. شو كده يجيتها VRC. يجيتها 2.1 فورت. مدام يجيت VRC. نقدر نطبق في القانون هذا. ما نقدرش EC. نقدر نحسبوه. ما نقدروش. جيت باللي VRC هو المجهور. نعوضو في هذا القانون. إذا. إيسي وش يساوي. يساوي VRC على RC. VRC قدت تساوي يجمع. اثنين فاصل واحد. على RC قد أعطيها لي. واحد وشرين. اثنين فاصل واحد على واحد وش يساوي. سهل هذي ولا مشي سهلة صفوان. سهلة. يكون أسهل طريقة الأولى. طريقة ثانية وطريقة ثانية كيف كيف. لو كان صفوان أعطى لي البيطة. معامل تضخين. يتون نديرو EC. نولي نجيبو EB. كنقو EB نضربو في البيطة نقو EC. سهلة ومشي سهلة. هذي طريقة رابعة في حالة ما يميد لك. في حالة ما يميد لك. وش هي معامل تضخين بيطة. هذا بنسبة لواش سؤال رقمة واحد. فاهمنا صفوانا. ايه. ها كذا رحوا السؤال لبعده. هاي رحوا السؤال لبعده. وش قالنا. شو? كلمي سقسيو. فضل. استاذ على درنا VCC ناقص VCO. ماشينر مار مندير وغير VCC. ايوة ليس أني هذا السؤال. اه شوف معايا يا ساد شوف معايا. المقاومة هذي. اير سي و اير كا تغذيهم VCC. صح ولا لا لا. تفاهمين عليها. بصح سؤال مطروح. ترنزيستور كيمشي. خي لازم نو يمتص الجهد. لي لكم تسمع ذيها. ترنزيستور بي يمشي. اخي عنده فيسيو ساتوري المعارض. هذا ترنزيستور يمتص الجهد وانه مستصر الجهد بي يمشي. جاوبون. خي لازم نو يمتص. شكون يغذي في دارة الخروج. كون الجهد هذا فيسيو ساتوري من يجيبو. يجيبو من مصدر جهد VCC. اذا ترنزيستور في حالة تشبه. بي يمشي فيسيو ساتوري كي يدي جهد. يدي سيهر فاسرة تسعة بوط. من واش? من واش من مصدر الجهد الخروج. اذا اذا هذه المقاومة اير كا و اير سي. وش هيوصلها? هيوصلها جهد البطارية ناقص جهد المعارض ترنزيستور. مثلا كما هذا جهد البطارية تسعة بوط. شكل هو اللي يدي الجهد. هو المقحة يديه فيسيو ساتوري سين فاسرة تسعة. معناتها الجهد البطارية يبقى ثمانية فاصل واحد فولت. ثمانية فاصل واحد فولت هذي تتوزع للمقاومة اير سي وعلى اير. هكذا. مفهومة صفو انتها فهمتها? ايه فهم اشي. هيا. على هذي هذي وين تلقوا شوفوا جماعة. وين تلقوا. اي حاجة فيها جهد العتابة ديما تدي تنقص من جهد المصدر. ادوها كمخلاصة. متفهم عليها. اي مقاومة جي تحسب جهدها يكون معها مثلا ترنزيستور. والله فيزينر. والله ديوت. اخي هذو ملي عندهم جهد العتابة. وش تقول? تقول تقول مثلا قاسم الجهد. وش تقول مقاومة المعنية على مجمع المقاومات في الجهد الكلي. الجهد الكلي هو جهد المصدر اللي يمده ناقص جهد العتابة تعالعناصر الالكترونية. مثل ترنزيستور والديوت. ولا ثنائي الزينة. تفهمين عليها. سهل هكذا. نكمل. وكاي نقول لك استاذ كايين هذو ما طرق. قول لنا واش هي الحاجة لنشوفها في الدهرة مباشرة. تخلينا نروح الأسهل وأقصر طريقة ونشوف المعطيات. طريقة مباشرة مباشرة مباشرة. كي يقول لك احسب جهد طبق قانون اوم. ركماية. إذا قلت تيار. إذا قلت تيار. ش تكمل كنا نطبقوا طريقة لقانون اوم وبعدها قانون العروات ولا كذا. بعد ما تخدم تمارين مرة زوج ثلاثة اربعة. تقول لي تيار إيسي. إيسي كيف عرفت هنا إيسي. إيسي في رأي كيف هجبت واصفها الإيسي. إيسي يرى نطبق قانون اوم وبعدها طبق قانون العروات حتى نوصلت القانون هذا. بعد ما تحل تمارين مرة زوج ثلاثة اربعة. كتشوف تيار إيسي. هذا هو تيار إيسي. هو تيار خروج. إيسي وش يساوي. إيسي على مقاومة المكافأة على هذا الضعر. تلقى إيسي. عندما تقوم بقوانين كامل. كما نعمل مضاركة. طريقة ثانية وطريقة ثلاثة. فيها خدمة وليس خدمة. بعد ما عادت ريكسي خفيفة. عرفت مباشرة بالتيار إيسو. يساوي يساوي فيسيو ساتوري. ناقص فيسي. يساوي فيسي سي. ناقص فيسيو ساتوري على المقاومة المكافأة على دار الخروج. اللي هي إرسي زائد أركا. والأي بي إي بي. لو كان نخدمه بطريقة الأومن بعد قانون العروة. دي نخدمة طويلة صحة ولا لا لا. بعد ما نخدم مرة زوج ثلاثة. إي بي. وش هو اللي يساوي يا صفوان. إي بي. وش يساوي. يساوي. مصدق جود الدخول. ناقص جود المعاذي بي. وعلى المقاومة المكافأة على الدخول فقط. طولي تحسبها بقانون واحد. تفاهمين يا جماعة. شاء الله تكون وصلتكم بفكرة. ونعطيتكم. وذلك بزي. تفضل. قل لك آآ. على مخدم ناج ديراكت في سي سي ناقص في سي او. هذه نفس التيار كل ناس اقوله. اوكي. هذه هادرنا الساية. شغل قانون او. طبقتو. الجهد هذك خرجتو من قانون العروة. جهد هذك مين جبتو. كيف يجبتو في سي سي ناقص في سي و ساتوري. جبتها من قانون العروة. تاهمين يا. اي وا. روحوا سؤالي بعدو. سؤالي بعدو. شغل لك احسب المقامة هايا صفوان. تخدمتها يا ضق. صفوان ار بي. دي ما بها تكن نخدمتها منظمة باش نبدأ. قانون او. قانون اوم. اذا ماش نقل لي قانون اوم؟ocalanda why to knock on. ايام وشي سوي? ار بي فل ايفي. صاحي. تسوي في اير بي. يسوي اير بي في اي. انا وشي احننحووص? على اير بي. خرج ال اير be. ار بي اشسوي. هي تسوي VRB على ERB صحيحة VRB عندك لو ما عندكش عندناش من جيبوها نجيبوها مقاون العروة نجيبها بكل مصر وهيو و ERB عندك لو ما عندكش ERB أعطها لك AB هي نفسها ERB AB هي نفسها ERB صع أولا لا لا إذا هنا وش يخصني فقد نحسب ERB يخصني غير الجهور الجهد كفا نحسبوه مقانون العروة مباشرة أعطي هلي مباشرة اعطي هلي مباشرة بلا عروة أعطي هلي VRB وش يسامون عروة هذا وش يساوي VU ناقص VBO صحي تهائل إذن VRB وش يساوي يساوي VON3 ناقص VBO بكل ببساطة أنا زي نعطيكم عروة تكون عكس إيراني ولي تنتهيها مع المجهول أنا بكرة تركيز وصلي أيما تكعد نخذه في تمارينة هذا إذن هذه العروة ثمين في العروة ش تقولي تقولي VBO خيق ذا زايد VRB ناقص VON3 يساوي السفر وبعدها خارجوا VRB إذن VBO هاي وراحي زايد VRB ناقص VON3 يساوي السفر إذن نحن نحوص على VRB يا جماعة إذن VRB وش يساوي VRB وش يساوي يساوي VRB كانت ناقص تولي زايد وVBO كانت زايد تولي ناقص هذه خدمة بلتليز جسطار صح ولا لا على هذه وش نقولكم العروة وش ديروها عكس المجهول اللي ها حتحسبوه هكذا جماعة VRB يقيتها VRB ناقص VBO وم بعدها ندير تطبيق عددي VRB كيف أعطينا خمسة بوض وVBO قدع طهنا طهنا 0.4 بوض إذن وش تساوي تساوي 4.6 بوض بعد ما لقيت VRB فاش نعوضها نعوضها في الواحد با نلقى النتيجة إذن VRB وش يساوي يساوي VRB اللي هي 4.6 هاي وراحي على تيار VRB قدع طهنا 1 ميلي جزء ميلي ويساوي 10 قوة ناقص 3 أمبر معناتها على على 10 قوة ناقص 3 اللي هي 0.01 أمبر وكي نحسبو VRB جدا نلقاوها 4600 أم شتو جماعة شتو نخدم بواحد طريقة بسيطة نبدأ بقانون أم ونبدأ نحاوسو إذا ساعدني قانون أم كملت سوء إذا ما ساعدش إذا قيت جهد مجهول نحسبو بقانون العروات إذا قيت قيت زوج مقاومة على تسلسل قانون العروات صعيب ولا لا لا فهذا حلو شوالي تستخدم قاسم ألجو هاكذا وإذا قلت لك أحسب طيار طيار سهل طيار كل إيسي وش يساوي إيسي يساوي 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 ناقص على مقاومة مكافأة الخروج وطيار إي بتاع الدخول كلي وش يساوي يساوي ناقص على مقاومة المكافأة الخروج هاكذا نكمله إذن إيربيج تساوي ربعة 600 أوم وتساوي ربعة 6 كيلو أوم ليحب يحولها مضاعفة يحولها مينتو ماركزولي على الوحدة الدولية تخرج الوحدة الدولية هذا كوش تحوسها تفاهمنا صفوانا أيوة صفوان وش والخالة اللي هموجود في هذا التركيب زيدو صاحة العجلة حرة استقطاب عكسي مع الوشعة مع الوشعة هاكي السؤال اللي بعده هاني صحيح صححت الخطأ أوكي أيوة روحوا تمرين رابع جماعة تمرين رابع شكوني يرفع يدو صفوان صحي انتهى الوقت صفوان اللي يحب يشارك يرفع يدو آية جماعة آية مهدي محمد ومبروك الجابة آية واحد جديد ما كانش روحوا مبروك تفضل مبروك ركم آية آية روحوا تمرين رابع جماعة تمين رابع وش قلنا مبروك قالك احصب مقاومة اركا قالك احصب مقاومة اركا وخلى عليك وهذا هو أصعب هذا هو أصعب سؤال في الترانزيستوري سؤال واحد وفي خدمة طويلة بمي كتعد منظم أفكار في رأسك مبروك عتخذنا بكل سهولة عطالك اربي عطالك بطاعة عطالك في بيو ساتوري عطالك في سيو ساتوري آيوه مبروك وش لازم لازم نوقف الفيديو جماعة اللي راه يتفرج في الفيديو ووقف فيديو بعدها لازم يحاول في التمرين يحاول مليح مليح بعدما يكمل محاولات يمشي هيا جماعة نحلوا التمرين ونشوفوا المحاولات تاعكم وقارنوها مع الإجابة النموذجية هيا جماعة وش لقاكم سؤال مبروك نعين نوع المقحل سهم خارج ما معناته NPN هذا O هذا C وهذا B بما أنه مقحل NPN تير قاعدة يروح القاعدة أو يخرج من القاعدة يروح القاعدة يروح القاعدة صحي وتير EC تير EC هو نفسه ERK يهبط التحت بعدما عينا تيارات فيزو شن ديرو مبروك استقطاب استقطابية في سيو ساتور عكس التير بما أنه تير هابط في سيو طالة استقطابية تعبيبي بما أنه تيارة حكذا استقطابية في بيو تكون العكس بعدما نديره استقطابية تعويش وإلى جهد في سيسي مع تيار ERK وش يكون استقطابية تعوي عكس التيار صحي الاستقطابية هذا هذا وش هو المقارن المقارن هذا شو وظيفته ييمد المقحل 0V ييمد المقحل 5V لو كان ييمد 0V المقحل وش يكون مقحل يكون بلوكي أسكن نقدر نحسبه كل شي 5V لازم V0 أكبر V ناقص إذن هذا هذا جهد هو V30 تعويش V30 تعويش المقارن صحي V30 هو يغضي دارة الدخول متفاهمين وإلى الاستقطابية تعير كيف تكون عكس التيار عكس التيار نسميها V هذه حاجة من بعدها نجعل سؤال 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 مقاومة ERK كيف نبدأ مبرو I don't know إذن نجهد بين الطرفين المقاومة الوشعة وش يساوي ERK في EC يقبل هذه ما ننساوي معطيات ثم بعدها VRK وش يساوي ERK صحي في EC صح هاي وضع نخرج المجهول وش نحوص على ERK إذن ERK وش يساوي مبروك VRK على EC يساوي VRK على EC VRK عندي أو لا عندي مبروك VRK من جيبوه مبروك عروت عروت دخول ولا خروج خروج هاي نبدأ نبدأ بالسمو ERK شوف مبروك راح ندرك ونعوض VRK بس كورنا فهمناها وكأن أنا حسيت بالشخص يجاوبني عندها يقول لك ERK وش يساوي مباشرة مباشرة مبروك VRK يعوضها مباشرة مبروك VRK وش يساوي من قانون العروت هنا 10 دقائق لازم نكمل هذا السؤال بسرعة إذن ندير عروة هذه اللي هي عروة الخروج هذه من إذن وش تساوي VRK جمع تدير عروة خروج يساوي VCC ناقص VCO ساتوري صحيح هي VCC ناقص VCO ساتوري هكذا إذن عروة خرج مش الدخول لاني غلط هنا صحيح الاسي بقالي تقدر تحسب لي او لا من قانون تح VCC ناقص VCO ساتوري صحيح صحيح ما شاء الله ما شاء الله بس ركما عطاها ناش يا مبروك على اسي هكذا شفتاني على بل يتخمام تيع وش تقول لي اسي على من بعد وش قلت لي اسي بقات مجهولة اسي وش قلت لي مبروش قلت لي اسي وش ساوي ها نستنى في العجابات تعم قلت لي VCC ناقص VCO ساتوري على RK VCC عندي خير بص RK عندي او لا عندي مبروك مبروك معناتها اسي باش نحسبها مدم انو هذا قانون مساعد حانون التغفير نرمال مصفق لك مبروك ماشاء الله يعني تطور رهيب ماشاء الله من ضابط في الفيديو مبروك اي من ضابط ماشاء الله اي اذا اجمع جمع جيت نخدم بهذا التيار اسي خيطيتكم قانون تعو اسي وش يساوي يساوي دارة الخرج VCC ناقص VCO ساتوري على المقام المكافأ خرج مي هذا القانون مساعدني ما عنديش شو ندير علي هالقانون ندير علي اسي يساعدنيش روح قانون التضخيم اذا هذا القانون مساعدك ديما يعطي لك قانون التضخيم يعطي لك بيطة اعطيها او ما اعطيها ليش اعطيها مياه كاينة صحي اذا اسي وش هو القانون تعو اسي وش يساوي مبروك بيطة في بيطة بيطة عندي ولا ما عنديش اي بي اعطيها ليش ما كانش اي بي اي بي كيف نحسب هم دار الدخول مبروك احسب هالي كلية بلا ما ترح لقانون العروات وقانون اي بي وش يساوي اها اي بي فضل بي بي صحيت وش يساوي يساوي مصدر الجهد لي هيغذي فيها شكونا هيغذي في درد الدخول في صورتي في صورتي تعالى المقار معناتها في صورتي ناقص العتبة جهد العتبة في بي وعلى المقاومة المكافأة تحت التركيب وكذا كانت مقاومة واحدة ايو هذا هو اصعب سؤال حتى اي بي اعطيتكم مجهول اذا اي سو يساوي بيطة في اي بي و اي بي تحبو تخرجوا بقانون اوم بعد قانون العروة تولي لكم خدمة طويلة بزاف باتكل خدمة تحبو تحبو تيار دخول ديما وش يساوي يساوي الجهد المسؤول الجهد المدخل ليغضي المقحل اللي واه هنا في صورتي ناقص جهد العتبة على المقاومة المكافأة تعددها كذا كانت مقاومة هنا اي بي وش يساوي اي بي وش يساوي في صورتي تعل مقار سوف ناقص ناقص مقارن خمسة خمسة مستحن ناقص بزير فولت بس كل مقحل في حالة صحي اذا وش يساوي يساوي بيتامية في خمسة فولت المقارن حصل جاي جمعنا نحن نقرأ المقارن ان شاء الله وش يساوي خمسة ناقص بي بي وقدار طهنة بي بي و هي نفسها ناقص صفة على اربية قدار طهنة ربعة تسعمية واثنين وربعين ان بعدها ايسي نقدر نحسبه لما نقدرش نحسبه ايسي قدار لقيتو بي فاس صفر سبعة وثمانين اذا في قانون واحد لقيت ايسي ولا ما لقيتش ايسي كي قدار لقيتو بي سي سي عندي بي سي و ساتوري عندي اي سي عندي ونطبقه ها هذي القيمة نطبقهنا في المقام هذي بهذا الشكل هذا السهم اذا الاركا وش يسيوي يسيوي بي سي سي قدار طهنة تسعة بوط تعوضها ناقص بي سي والا بي سي و ساتوري قدار طهنة 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 فرض عليها سيفة بفاسة لها لو كلمين بدهلي شو نعتبرها زيرو على اي سي هاني حسبتو حوست عليها بسبتو قدار لقيت اي سي لقيتو سيفة بفاسة سبعة وثمانين ام بعدها نديرو تطبيق ولي قاطو مبروك تا قدرت تتوصل ناتيليا لاخرى ومقدرتش الحايت بيرس كي ما هاتكر حسبت اي بي وعوار ايا صحيت ما شاء الله عليك صحيت هاي صحيت كاش اسئلة صحيت صحيت يا سعد مبروك عليك ما شاء الله جماعة لها منضابط ومنظم منه ويخدم عيو صدق لي صدق لي هاي تكون بوحد طريقة ما شاء الله هاي جماعة رحوا تمرين رقم خمس اوكي في التمرقم خمسة واش عطانا اعطانا الدارة هذي سؤال مطرح الدارة هذي فيها خطأ او ما فياش خطأ هاي مبروك هاي هاي عجلة حرى لازم تكون التوازي مع الوشعة استقطاب عكس صحي سؤال هنا واشو قل لكم واشو معك سؤال واحد واشو قل لكم واشو قلنا احسب قيمة الجهد بين طرفين وشعة دي ار وكنت قاد نزيدكم سؤال احسب دي ار سي تعني اعطانك في سي واباقوش قال لك باقى لك واشو قيمة شدة التيار اي بي اللي تمر عبر مقاومة اير علما ان اي سي تسوي كذا وبيطة يسوي كذا مبروك شوفوا معي القيم هذك شوفوا ببيطة و اي سي اعطاهم سؤال با معنا انت ما تخدمش سؤال الي فاهمين فرضهم علي في سؤال با معنا انت في سؤال اليف باش تخدم تخدم بال اير سي اير كاو بي بيو و بي سيو فقط صحيح انا حاول تسيكم اجمع هينبدأ اجمع من فضلكم اول حاجة وقف الفيديو لابد يراكم تعبتم شوية مي ما بقاش بزير ونكملوا اخر تمرين للمقهن هيا حاولوا بعد ما كملوا المحاولة شغلوا الفيديو وصحوا الاخطاء انتعكم وبإذن الله ما تجلوش اخطاء ان شاء الله بعد ما حاولتوا جمع هيا نعطيكم اجابة نموذجية وشوفوا طريقة الحل بتاعكم ان شاء الله تكون متميزة بإذن الله هيا اجمع نبدأ ونسؤال وقلق بحسب قيمة الجهد مبروك كيف حسبت الجهد بين طرفين في يارك نقول للمقهن الاستقباب هيا هذاك لازم صحيح انا عرفناهم اكيد بس اخلاص حكينا عليهم صحيح مش هحنزيد نعاودهم مقانون اوم مبروك ركز معي يملي مبروك من هالي تلقى اخي قلت لكم في الحصة رقم الثلاثة من هالي تلقى زوج مقاومات مربوطة على التسلسل كما ايركا و ايرس وش بيهم مربوطة على التسلسل وش قلتكم ويجي يطلب منك احسب جهد دي ما دخل قاسم التوتر خاصة كيمدك مقاومتين في زوج اذا في ايركا مبروك لو كنجي نحسبها نحسبها غير بستار واحد اذا في ايركا وش تسوي مبروك في ايركا خاصة كيف يقولي يسوي المقاومة المعنية اللي راح تحوس الجهد تاحا اللي وش هي ايركا على مجموعة المقاومة تح هذا الفرع ايركا زيد ايرسي في الجهد المسؤول عن تغذيتهم الجهد هذا اسكل جهد في سي سي فقط ناقص في سي ناقص في سي ناقص في سي ناقص في سي هاو يدي شوية جهد يدي في سي ساتوري هذيك ساو لا 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 اذا جهد المقاومة ليس يوصلهم 24 جهد صافي راح يوصلهم 24 ناقص في سي و ساتوري اذا في الجهد الكل مسؤول عن تغذيتهم اللي هو في سي وش تي ناقص في سي وصاتوري اذا في ايركا وش يسوي مقاومة المعنية ايركا قد أعطها لي خمسمية خمسمية على مجموعة المقاومة بما انواد خمسمية وانت خمسمية يعني الف في 24 ناقص في سي 0 بولد. معناتها. معناتها هنا لي ما ديش وساطوري ما يغلطش القانون. بصح دي مركزي. أوكي. وبما انه مقاومتين متساويتين ما بركوا. وش قلنا? كانوا مقاومتين متساويتين متغذيهم بالجهود. وش هيصير الجهود المصدر وش هيصيره بما انه متساوية. رح يتيج سمع لهم بالتساوي. معنتها هذي. بلا من حسب القانون. على بالي هذي نجدها 12 بولد. فياركا 12 بولد. وش يساوي يساوي 12 بولد. هذا السؤال كيف حاليته جمعه عليه هذي جمعه؟ أبدأ بقانون أوم صح؟ كي تلقى الجهد مجهول أخدمه بقانون العرواد. إذا قلتي تيار مجهول أخدم قانون تيار العام. إذا ما ساعدكش تيار أخدم قانون تضخيم. إذا طلب منك جهد ويجعل مقاومات على التسلسل وعطى لك مقاومات بلما تلقى القانون أوم في هذه الحالة استخدم استخدم تصوم الجهد. كي تلقى زوج مقاومات على التسلسل. كي معك؟ هذا هو السؤال له. طيب رح السؤال ثاني. سؤال ثاني وش طلب منه? قليلك احسب قيمة تيار اي بي. قليل نبدأ بقانون اوم صح ولا لا اجمع? اي بيطة اطهالي او لا اطهاليش? اطهالي. مباشرة نحل بقانون هدا بسيط. اذا ما نقوله من قانون تضخيم احسبه اي سي. اي سي سوي بيطة في اي بي. من بعدها اي بي وش يسوي. كنون كله اطرف ثاني. اي بي وش يسوي اس على بيطة. ويسوي اس كده سفة فاصل سفة ربعة وشرين على بيطة كده معاملة الخمية. نتيجة سفة فاصل سفة ربعة عشر اوم بي. ولا نحسبها بطريقة طويلة هذيك. وش هي طريقة? قانون اوم. اي بي وش يسوي? اي بي وش يسوي? يساوي VRB على VRB نحسبوها بقانون العروات والإي بي نجيبوها جماعة إي بي إي بي وش تساوي تساوي الجهد ناقص في بيو على أير بي وتلقق أوكي وهنا كملنا حصة المقاحل إن شاء الله فيديو يستحق مليون جامع فيو فيديو يستحق مليون جامع بعمل مليون جامع إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله أنا في هذه الأمور على بالي وشانين دي على بالي على بالي ما يخفع عيكون وعلى بالك أحيو لي إيه أثيق فيروحي وعلى بالي كي يخمو ويتفضل تم المسيلة شو تم المسيلة تم المسيلة أمنين بالظبط حمام ضلعة أنا من المسيل الله يبارك خيار الناس ما شاء الله أوكي الله جماعة حيا تصبعوا لها خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر